أحمد فيه لعيبة السنة دي ممكن نقول اللي هم شايلوا للألقاب بتاعت النادي الأهلي محمد هاني حسين الشحات بيرستاو كهرباء أنا أكلم بك على الأسماء اللي كان عليها دايما جدل وكان عليها دايما كثير من الشك في استمرارهم مع النادي الأهلي أصلا لعيبة دي هاي اللي كانت شايلة لنادي الأهلي بجانب طبعا مران عطية ومحمد عبد المنع ومحمد الشنية وعلي معلول بقى اللعبين بس أنا أكلم عن لعيبة تحديدا اللي أعتقد ما عرفش أنت قلت ده مكتوب أو حتى فيديوهات أنت تليكن انتقطتهم كسيرا كسيرا وهجمتهم كمان كل مرورنا دي الأهلي هجم طبعا إزاي ده حصل إزاي التحول له حصل للموسمنا في المستوى استكملا بس الحتة للشنوي برضو تكلم فيها هي حتة الشغل البدني الأهلي السنة اللي فاتت خط قرار مهمة أوي قد يكون هو الأهم في مسيرة الأهلي دلوقتي إنه يريح اللعيبة الأسين شهر كامل الراحة اللي اللعبة دي خدتها كانوا محتاجينها اللعبة دي كان بقى لهم ثلاث موسم بيلعبوا بشكل مستمر ولو كانوا مخدوش راحة في الفترة دي كانوا يلعبوا للموسم الرابع بشكل مستمر برافو عليك والراحة اللي خدها اللي 11 لعب دي لكر الإدارة وتستحقها للتحايا الأهلي طيب وشهر سبعة اللعبة وقفة على رجلها كلها بما فيهم أكبر لعبة في الفريق علي معلول اللي شهر قال عليك هاي خلاني نتكلم على التطوير الفردي اللي عمله كولر لبعض اللاعبين إحنا ما فيش نقاش إن فيه لعبة في النادي الأهلي كانت بتنتقد السنة اللي فاتت كلنا متفكين اللي هي إن هي لعبة جودة عالية إن هي لعبة كانت بتمر بضرب في مستواها مش ده الطبيعي زي تاو تجيب تاو من البريمير ليج لعب بين عليه أنت تشوف أنت كراجل بتشوف كرة تتفرج على تاو لعيب كرة بس فيه حاجة مش مزبوطة في حاجة من الصح نفسيا بدنيا المهم إنه هو فيه تعامل معاه بيتم بشكل خطأ موصل إنه تاو بيلعب كل مطش خمسين دقيقة بتصابع لهم خمس ستة مطش وقت صحية فتاو تم تأهيله أو بعض اللعيبة اللي عادت اكتشاف نفسها مع كولر زي محمد هاني محمد هاني عادت اكتشافه مرة تانية نفسيا بشكل كبير قوي من كولر محمد هاني مش هقدر أقول حصله طفرة على مستواها تكتيكي هاني ما تعدلش تشوف على مستواها تكتيكي بس هاني على المستواها النفسي فرق كتير جدا صحية هاني على المستواها النفسي لو تفتكر هاني قبل كده كان ممكن يكون أول غلطة لهاني في الجيم هاني برا الجيم صحية السنة دي بشوف إنه هاني بيلعب كل مطش بحس إنه هاني عادي كرة قطع مني عادي أتاكل واحدة عادي مفيش مشاكل أنا بلعب دي كلها شغل نفسي من كلها تشتغل مع محمد عبد المنعم هكذا عبد المنعم بصراحة حصل له تطور غير طبيعي من أكتر الناس اللي مش وقد هكذا تطور عبد المنعم السنة اللي فاتت كان ناس كتير بتنتقده إنه أنت المفروض جاي عشان تشيل قلب تفاعل نادي الأهلي تكمل صحيح كبير جدا مع منتخب مصر في كاس الأمم فمش ده المستوى المنتظر منك السنة اللي فاتت عم نعم السنة دي أحسن مدفع في مصر وممكن يكون من أحسن المدفعين الموجودين في أفريقيا كان سبب رئيس إنه لا هياخد بطولة أفريقيا السنة سبب رئيس إن منظومة الدفاعية تتحسن على مستوى الشكل الهجومي اكتشاف حسين الشحات مرة أخرى ده لي كير كريدت كبير أو الكولر طبعا إنك إنت حسين الشحات يكون في فترة من الفترات كان وصل إنه هو جمهور النادي الأهلي ما كانش بيطالب بالتجديد لحسين السنة اللي فاتت وده كان سبب من الأسباب إن مجلس صدارة النادي الأهلي يتأخر في التجديد لحسين الشحات أنا أعصد فأميه كده عشان دلوقتي حسين الشحات واحد من أهم من العابه لنادي الأهلي ده حقيقا بس جمهور النادي الأهلي كان بدأي نجع إلى حسين الشحات عالضيكة مع النادي الأهلي في بعض المباريات حقيقا آه، حقيقا حقيقا ده حقيقا وبذات إنك جاءة بحسين لقعة كبير طبعا لققى بجاء يشيل هجوم النادي الأهلي فقعدك تشوف حسين الشحات تاني في الناحية الشمال ديت حسين الشحات بقى لعب مهم حسين الشحات بقى هو من أهم مصادر الخطورة اللي مش موجودة في نادي الأهلي بس ممكن نقول موجودة في مصر حسين الشحات بيشتغل للأهلي بيشتغل بقى عندك برضو على مستوى نص الملعب إضافات كتير أنت ضفتها انت فجأة بعدت لعيبة كانت بتاخد بشكل أساسي وما بتريحش دخلت شكل جديش في نص الملعب بقى عندك ثلاثة متمسكين دايما بقى أي حد ياخد في نص الملعب تحس أن الفريق متمسك شغلك منظومة أكتر التطوير حصل على بعض اللعيبة نفسيا في المقام الأول فاللعيبة هي أوريدي جودة فأوريدي ديتك أفضل حاجة صحية